تسألوا إيه شو ممكن تطلب منه وشو عتبك عليه إذا فيه من عتب سؤال الثاني الزياد أمتى بقى نفرح منك تحية للفنان خالد الهبر اللي وجه لك سؤال واضح شو بترد عليه أول شيء يعني أنا بتمنى هايدي تحصل دايماً هايك شغلي إنه واحد يقدري يجتمع مع السيد حسن نصر ألا شغلي بيستفيد لوحد اجتمعت مرة معه لا ما بفينا إليك أفضل قلت مرة زياد بباركي كنت مع معا عم بحكي مظبوط معقول بدي إنفيا ما بيقدر ينفي الواحد خبار أهلأ عم تنفي إنه واشتماعت باس اعتبريني وليد جمبلاطك لا ما بفينا اعتبرك وليد جمبلاطك أنا ما اعتبرتك زياد الرحباني وعم حاورك على أساس أني بصدق كل شي بتقول يعني يشتغل هو غازي هيك هو تصريح غازي توضيح نوايا بيعرف له نوايا واحدة واحدة أنا الليلة لو بيخليه صرح دغري ويريحنا لغازي ينفي دغري بلا ما هو ينفي إذا فضي غازي مفرغ أكتر بدي أرجع لسؤال خالد لو لو اجتمعت مش إنه اجتمعت ما حصل لو حصل في عدة طرق تواصلين للسيد حسن شو بتقله عم نقله دائما بواسطة ناس طب مؤخرا بس هو يعني هو كتير بيهتم بكل الناس يعني بس عنده مسئوليات وبمحال ما في خبرك عنك قداش هو واصل لمحال صعب القرار فيه أو ما بقدر يقولون أنا مش مش رح يأمن له مي مكان لأنه شخص مستهدف له هالدرجة إنه قد ما يكون عنده ثقافية يعني بتعرفي الثقافة بهايك قصص محدودة يعني بتصير ومطلوب الواحد ظل مستنفر من أقرب الناس يعني ما فينا هيك إن نحكي ببساطة أنا خالد نشوفه بعدها من اللو بتخبره لخالد بيناك وبينو إن شو بقوله لحسن نصر الله مؤخرا ما أطرني هو زياد حكيت بمقابلة مع الإعلامي يسرفو ده اللي منقله يعني الحمد لله على السلام متعرض لحادث سار حكيت عن تدقدة سماحة السيد حسن نصر الله وقلت إنه ما لازم يتدخل بمسار الثورات اه أنا مش هو مش من حقه ما أنا هو إذا هو مؤمن بالأممية أنت برأيك يضلوا بس نحنا ناس ننتمي لنظرية بتقامم الأممية بس هو عم بيحكي من منطلق عالم إسلامي السورات العربية عم تصير هو بينتمي لل بس هو عارف كيف هو وضعه العالم الإسلامي اليوم يعني عارف قداش مستوى الود العقلي بين الطيفتان الأساسيات المسلمية زياد قلت كمان إنه الحركات الإسلامية عم يتمنى عليهم إشياء ما بمونى عليهم كفاية ايه ويمكن المصريين ما صدقوا أمطن طلعوا من بعض الحياة العاطلة اللي كانت بحجة إنهم بحالة حرب ما عايشينهم إياها تعرف كيف الأنظمة العربية إنه حالة حرب حالة حرب كل الأنظمة اللي تعاطب بسرعة بما فيهم النظام السوري بالضبط كانوا دايماً الحجة للناس اقتصادياً إنه هلأ حالة حرب زياد قلت إنه الحركات الإسلامية ما بفتكر برات إطار يعني الناس اللي بين تمولوا مثلوا بيقولوا جماهير وهون ما عم يجربي يعني هالعائدة يفلشعة على شي لأنه عائدة دينية إنه ماني كوان ما كان في كترة طب إنتا بيشو بتلتقي مع حزب الله؟ يعني كتار ناس بتسأل بيوضعوا حليقتهم بكرامتنا كناس كلبنانيين إنه تفكروا إنه هالكرامته الإنسان مش بيوضل يحكي عنه ودي دافع عنا كمان بكافة هذه يعني بكلمتان وبس يعني من هونيكوا رايح بتشوفي معهم خبراء إيرانية بفضل يكون معهم الروس أنا بس إنه الروس مش دائماً بيجوا شخصياً بالحياة عندهم كوريين عندهم كثير يعني بيتعاطوا مع عدة ناس فاتحين صلوان حلاقة بالمنطقة الشرائية من آسيا كليبو منتابع كمان يعني من يومين كوريا هددت واشنطو صح حطوها عاجل يعني مش خبرية هادي اتفاجأ إنه كانت اه ما حدا فضيله وقول قاعدين يشتغلوا كلها ستين مش لحد تالي ما يهددوا حدا كمان صح يعني مش خبرية هادي